اشتركوا في القناة من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفوته وخيرته من خلقه بعثه الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فشرح الله به الصدور وأنار به العقول فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المشاهدون الكرام حديثي إليكم اليوم عن القسم الثاني أو عن الشق الثاني للإنسان حديثي إليكم اليوم عن المرأة ونحن على مقربة مما يسمى باليوم العالمي للمرأة وهو اليوم الثامن من شهر مارس العالم الغربي ومن يقلده يحتفلون بهذا اليوم ولا أريد أن أخوض في جذور الاحتفال بهذا اليوم وأول مرة احتفل به رسميا كان منذ أزيد من قرن من الآن منذ أزيد من مئة سنة من الآن لا أحب أن أخوض في جذور هذا الاحتفال أو في جذور هذه التسمية التي عرفت باليوم العالمي للمرأة إنما أود أن أحدثكم عن المرأة في الإسلام مع إشارة إلى حال المرأة في الجاهلية وأن ألفت أنظاركم إلى بعض مخططات أعداء الله تبارك وتعالى التي تكاد بها المرأة المسلمة ومن ورائها المجتمع المسلم برمته أولا ينبغي أن نعلم جميعا أن المرأة في الجاهلية كانت مهانة حقيرة إن سألت فلا تجاب وإن احتيج إليها فللرعي والاحتطاب فإن تسامت فلقضاء الشهوة والوطر من بشر بها كان في إغضاب ثم مصيرها الدفن حية تحت التراب يقول ربنا تبارك وتعالى وإذا بشر أحدهم بلنفا ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون لم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون جاء الإسلام فرفع للمرأة شأنها وأعلى منزلتها وكرمها الإسلام أيما تكريم عند أحمد والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل المرأة صن والرجل فقال إنما النساء شقائق الرجال الله أكبر يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال كرم الإسلام المرأة أمّا فجعل لها حقوقا عظيمة عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال النبي عليه الصلاة والسلام أمك قال ثم من قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك قال ثم من قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك قال ثم من قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم أبوك فتأمل رحمك الله كيف جعل للأم ثلاثة حقوق وللأب حقا واحدا وما ذاك إلا لعظم مكانة الإسلام عند الله تبارك وتعالى كرم الإسلام المرأة زوجة وأخت وابنة وقريبة ومسلمة من المسلمات في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا وعند الترمذي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله أيتها الأخت الفاضلة الإسلام رفع شأنك وأعلى منزلتك وأعداء الله تبارك وتعالى يريدون الزج بك في مستنقع الرذيلة الآسن العفن وكلما امتدت يد طاهرة متوضعة لتنتشلك من أمكنة الفساد ومن الأجواء المتعفنة امتدت أيدي أخرى عفنة من هنا وهناك لتردك إلى مستنقعات الرذيلة أو إلى الجاهلية الأولى فيا أيتها الفاضلة إسمعي وعي كي لا تخدعي إن الله تبارك وتعالى كرمك وأعلى شأنك ويريد أعداء الله تبارك وتعالى أن يجعل منك شابة يتلهى بها وإذا مضى عنفوان شبابك وإذا انقضت أيام الزهور وسنوات الورود جعلت في مكان آخر فلا أحد ينتبه إليك كما هي حالة المرأة الغربية الآن المرأة الغربية أيها الأكارم ليست كما يصوره أعداء الله عز وجل أنها تعيش السعادة والراحة كلا كلا إنما هي أداة للإلهاء والإفساد في شبابها يقضى منها الوطر فإذا تقدمت في السن صارت في بيتها مثلا فلا أحد يفكر فيها أو يزورها حتى أولادها لا يزورونها إلا بمناسبة ما يسمى بعيد الميلاد أو بمناسبة ما يسمى باليوم العالمي للمرأة أما نحن فنعرف للمرأة المسلمة قدرها يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها لللهو واللعب يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب هل يستوي من رسول الله قائده وآخر هاديه أبو لهبي وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطأ حمالة الحطبي فلا تبالي بما يلقون من شبه وعندك الشرع إن تدعيه يستجبي سليه من أنا من أهلي لمن نسبي للغرب أم أنا للإسلام والعربي لمن ولائي لمن حبي لمن عملي لله أم لدعاة الإثم والكذب هما سبيلان يا أختاهما لهما من ثالث فاكسبي خيرا أو اكتسبي سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغبي فاستمسكي بعرى الإيمان واعتزي وصابري واصبري لله واحتسبي أيتها الأخت الفاضلة أيتها الأم الكريمة أيتها الزوجة الغالية أيتها البنت الطيبة أنت لؤلؤة مكنونة أنت درة مصونة أنت جوهرة غالية لو أن رجلا منا كان بيده قطعة ذهبية وألقاها في الوادي بحيث لا يستطيع استخراجها لحكم عليه الجميع بأنه على أقل الأحوال معتوه أو سفيه حتى لا أقول بأنه مجنون فكيف بالذي يرضى لابنته أو لزوجته أو لأمه أو لأخته أن تنحرف عن سبيل الله المستقيم وصراطه القويم وهو يعلم أن هذا من مخططات الأعداء من مخططات أعداء الله تبارك وتعالى وقد علموا أن الرجل المسلم قد يثبت أمام القوة العاتية ولكنه سرعان ما يتلاشى ويضعف وربما ينهار أمام فتنة المرأة والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا فقال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وقال كما في الصحيح أيضا إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أعظم فتنة بني إسرائيل كانت في النساء الغرب الكافر والشرق الملحد علما أن التأثير على المسلمين عن طريق المرأة تأثير كبير فراحوا يستخدمون المرأة لإغراء المسلمين وقال الكافر عدو الله تعالى كأس وغانية أي كأس خمر وامرأة فاجرة داعرة مستهترة كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المسلمة ما لا يفعله ألف مدفع قال فأغرق الأمة المسلمة في بحار المادة وشهوات النساء فيا أيتها الفاضلة أعداء الله يصورون لك البيت كأنه سجن مؤبد أما الزوج فيقولون عنه سجان قاهر أما الأمومة فيقولون هي تكاثر حيواني بهيمي وهلما جرا جرا من ترهات القوم وأباطلهم فاحذري أيتها الفاضلة فأنت في الإسلام جوهرة غالية ويريد الله تبارك وتعالى أن تكوني كذلك ثابتة على الدين متمسكة بالوحيين الشريفين النقيين الطاهرين مقتفية أثر الصحابيات الجليلة تذكر أيتها الفاضلة حينما أسوق لك بعض الأمور التاريخية أول من سكن الحرم وشرب ماء زمزم وسعى بين الصفا والمروة إمرأة إنها هاجر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام أول من آزر النبي عليه الصلاة والسلام وآمن بدعوته المباركة إمرأة إنها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها أول من عذب في دين الله تعالى وصبر وثبت حتى أفضى إلى الله إمرأة إنها سمية أم عمار بن ياسر رضي الله عن ياسر وابنه عمار وزوجته سمية وعن الصحابة جميعا الإمام البخاري وراءهم رأة علمته وربته فصار شيخ المحدثين الإمام مالك وراءهم رأة أرسلته ونصحته ووجهته فصار كبير الفقهاء وهكذا عبر العصور والدهور إن المرأة في الإسلام شيء عظيم فاحذري أيتها الفاضلة أن تكون مستهترة متبرجة سافرة كاسية عارية فإنك ستندمين ولا تحين مناص ولا تحين مندم أسأل الله أن يحفظك من كل سوء أسأل الله أن يحفظك من فتن الأعداء وأن يجعلك ذخرا للإسلام وأهله وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم شكر الله لكم بارك الله فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم 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 شكرا لكم